شكراً في ظل زيادة الحادة بإصابات المتحور الجديد من كورونا بات أوميكرون العنوان الرئيس في العراق والذي أعاد قرارات الإجراءات الوقائية مؤخراً أصدرت الحكومة توصيات جديدة تحسباً لزيادة عدد المصابين بأوميكرون التوصيات جاءت بعد اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة الكاظمي لمناقشة تطورات كورونا الاجتماع تمخضت عنه توصيات إلزامية أهم هذه التوصيات هو إلزام الوافدين إلى العراق من العراقيين والأجانب بإبراز كرتات لقاحات كورونا المحتوية على رمز التحقق الـ IQ وذلك لإثبات تلقي الشخص جرعتين على الأقل إضافة إلى فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوه من المرض وأن يكون الفحص قد أجري خلال 72 ساعة قبل دخوله البلاد مراعاة تقليل فرص التعامل والتماسي مع مرضى كورونا في ردهات العزل واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة أيضاً إلغاء استثناء المعتمرين من شرط إبراز البطاقة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد-19 التوجيه بإجراء الربط البيني بين منظومة الجوازات ومنظومة شهادات التلقيح الدولية ومنع تزويرها إلزام الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسسات غير الحكومية كافة بأعمام قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات مجلس الوزراء مع ضرورة متابعة الموقف التلقيحي لمنسوبهم التأكيد على جهاز الأمن الوطني لمتابعة ظاهرة كارتات اللقاح وبطاقات تطعيم لقاح كوفيد-19 الدولية المزورة ومحاسبة مرتكبها أزمة أوميكرون ودخول موجة رابعة في كردستان لم تضرب العراق فحسب بل إن خطر الانتشار عالمياً بات يهدد نصف أوروبا بما أعلنته منظمة الصحة العالمية في المقابل جاء إعلان مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتي كجرس إنذار بتصريحه أنه لا مفر من متحور كورونا الجديد ولم تصل المرحلة التي يمكن فيها القول للناس بشكل مقبول تعايشوا مع الفيروس بسبب الضغط الحالي على النظام الصحي إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر